تعالوا بقى نتعرف سوى على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرق المختلفة من خلال زميرتنا العزيزة نورهان طمان نورهان متوجد حاليا في اهلي الجزيرة صباح الفل عليك يا نورهان اتفضلي يا صباح الفل يا كريم صباح الخير يا نهواند وصباح الفل على كل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان احنا هنا زي ما قلت يا كريم المقر النادي الرئيسي بالجزيرة دايما زي ما عودناكم نطلعكم على اخبار النادي والاجواء ويمكن زي ما تعودنا في الساعات الاولى من صباح اليوم طبعا ابواب النادي بتفتح لعضاء النادي وفي ناس كتير طبعا بتحب تيجي تاخد يمكن قهوتها واول يمكن ساعة من اليوم هنا في النادي وتستمتع بالشمس الخفيفة يمكن قبل ما الشمس تبقى حامية شوية في الساعات يعني على طبعا بداية الظهيرة كمان خلينا اقول لكم انه طبعا الاجواء هنا في النادي جميلة جدا والناس كلها مبسوطة اللي بيقدموا النادي الاهلي على جميع الاصعيدة سواء على الفرق الجامعية او الفردية او حتى على مستوى طبعا الاداء الاداري لمجلس الادارة يمكن النهاردة طبعا جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي هنا منتظرين مباراة طبعا مواجهة بيرامدز في المباراة المؤجلة من الجولة 28 يمكن مباراة بيرامدز دايما بكلها طابع خاص مع جمهور النادي الاهلي طبعا النادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري ويمكن كمان توج بالدرع في المباراة الماضية مباراة حرس للحدود اللي انتهت بتعادل الفريقين وعلى الرغم من التعادل إلا أن النادي الأهلي كان حسم طبعا اللقب 43 في تاريخه والبطولة المحببة للنادي الأهلي وجماهيره ويمكن طبعا في الاستعدادات الأخيرة لمباراة اليوم كانت أمس هنا على ملعب مختار التيتش مستر كولر كان مهتم أن هو يوصل للعبين وجميع اللعبين على أهمية المباراة وأهمية تقديم مباراة جيدة طليق ببطل الدوري وعدم الاستهدار من المباراة وعدم التعامل مع المباراة على أنها تحصيل حاصل ويمكن كان فيه كلام أنه هيتعامل مع المباراة بكل جدية من خلال تشكيل كامل للعبين وطبعا الأسسيين هيكونوا موجودين في مباراة اليوم والتعامل مع كل المباراة زي بعض يمكن مستر كولر بيطمح لبعض الأرقام القياسية مع الفريق مش بس تحقيق البطولات ودي مرحلة يمكن بعدما حقق طبعا كل البطولات وحقق العلامة الكاملة منذ تولي قيادة الفريق ويمكن طبعا حالة من البهجة بتنتاب جمهور النادي الأهلي من أداء طبعا مستر مارسيل كولر السويسري ويمكن قاد الفريق في مرحلة حارجة جدا والحمد لله قدر يخرج بالفريق بكل البطولات اللي شارك فيها كمان خلينا أقول لكم أنه يمكن طبعا بعض اللاعبين هيكونوا زي ما أقول لكم الأسسيين هيكونوا إن شاء الله متواجدين النهاردة كمان خلينا أقول لكم أنه فيه يمكن بعض العروض اللي بتقدم لمجلس دارة النادي الأهلي والجهاز الفني حول معسكر الفريق القادم الخارجي عن طريق بعض الوسطاء ولكن حتى الآن لم يتم تحديد مكان معين أو بلد يعني هيكون فيها المعسكر ويقام فيها المعسكر ولكن بعض الوسطاء زي ما أقول لكم عرضوا على الجهاز الفني عدة بلدان زي هولندا والإمارات وأسبانيا وطبعا النمسا كمان خلينا أقول لكم أنه مستر كولر زي ما أقول لكم لسه ما حدتش المكان اللي هيكون فيه معسكر الفريق أما بقى على صعيد العلعاب الأخرى فيمكن فريق 2011 للسباحة النهاردة كان بيتضرر في فجر اليوم كانت تابعناهم من شوية كانوا لسه يعني التدريبات انتهت منذ قليل باستعدادا لبطولة القاهرة اللي إن شاء الله هتكون فيه طبعا أول شهر سبتمبر المقبل كل التوفيق لكل لعابي النادي آلي في جميع الألعاب يمكن كمان خلينا أقول لكم أنه طبعا يعني لازال يعني التوافد مستمر على فرع القاهرة الجديدة وطبعا في التجامع الخامس والناس لسه بتسأل والناس لسه مهتما أن هي تسأل عن يعني أسعار يعني عضوية فرع التجامع الخامس ولازال يعني طوابير كتير جدا موجودة في الفرع وطبعا إقبال كبير جدا على لجنة العضوية اللي بيرأسها السيد طبعا طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى ذكر التوافد أيضا لازال التوافد مستمر على طبعا مصيف النادي الأهلي ومنتجع النادي الأهلي في مارينة اللي تم افتتاحه مؤخرا في طبعا يعني حالة من يعني التفوق الإداري والنجاح الإداري بشكل كبير جدا لمجلس دارة النادي الأهلي يمكن طبعا زي ما شفنا وزي ما أقول لكم فرع جديد في القاهرة الجديدة منتجع جديد في مارينة وتتواصل إنجازات مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا بعيدا عن أيضا يعني فرق الأهلي الجماعية دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الستوديو إحنا من شكرك على هذه التخطيئة المتميزة كالعادة زميلتنا العزيزة نورهان طوان شكرا جزيلا لكي ونورهان